أثار الخلاف الدائر حول قوائم النشطاء اليمنيين المشاركين في الدورة الرابعة وثلاثين لمجلس حقوق الإنسان جدلا جديدا حول استقلالية المجلس ومدى جدية الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان فاللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي شكلت بناء على توصية من مجلس حقوق الإنسان الأممي أكدت بحسب تصريح لرئيس اللجنة قاهر مصطفى عدم علاقتها بالقوائم المشاركة في الدورة الحالية ينسحب الجدل حول القوائم المشاركة إلى تساؤلات مشككة في أدوار مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس كهيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تعنى بتعزيز الحقوق وحمايتها وتختص بتناول حالات الانتهاكات وطوال فترة الحرب التي ما تزال تسير بخطة واثقة نحو إدخال اليمن عصر المجاعة كما تشير تحذيرات الأمم المتحدة يكتفي مجلس الحقوق الأممي ومفوضيته السامية بكتابة تقارير عن مخالفات حقوق الإنسان والتحذير من استمرار انتهاكها لكنه بحسب مراقبين لم يعمل على إيقاف حتى حالة انتهاك واحدة لم يعد الأمر بحسب ناشطين متعلقا بأرقام الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان في اليمن ولا برصد حالاتها وإنما بعدم قدرة مجلس الحقوق الأممي على مواجهة الأطراف الممارسة للانتهاكات والمتحدية للقرارات الدورية بالإضافة إلى مدى تأثر المجلس بالضغوط السياسية الإقليمية والدورية اشتركوا في القناة